بسم الله الرحمن الرحيم انا وسهلا متابعيني يا رب تكونوا كويسين وبصحة جيدة معكم من صفاء قناة يوتيوب اللي بسمعنا الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك وفعل الجرس شتوصل لكل الوضعيات الادماجية وموضيع التعبير ومحتوى القناة اه تمام اه وكمان اللايك ما تبخلوش علينا باللايك اللايك مش هياخد معكم دقيقة فان انتو تغطوا على اللايك دقيقة واحدة بس بس اللايك ده بيدعمني وبيسندني اه وكمان بيرفع الفيديو بخلين الناس كلها تشوف ونما يترفعه تمام اه نارضة بير اه عن اه بعض بعض القيم الانسانية وهو مساعدة الصديق المريض ودعي دماجيه عن مساعدة الصديق المريض يعني السنة مريضة اه مريضة اه مريضة اه زملائك خلال السنة الدراسية فطال غيابه مدة طويلة فطال غيابه مدة طويلة وقت فقرة من 8 اسطور يعني عايز 8 اسطور حدد يبقى تمانية ما يكلف عن تمانية وميزيدش عن تمانية تتحدث فيها عن شعورك شعور شعورك نحوها ونحو شعورنا نحو صديقنا المريض والاعمال اللي قمت بيها لمساعدتي في استدراج ما فاته من دروس الاعمال اللي انت عملتها اه عشان تساعده اه لاستدراج ما فاته من دروس موظفا عاوز ظرف زمان وفعلا مواضيا ومسطرا تحته يعني احنا عندينا في العرض هنكتب الاعمال والشعورنا شعورنا نحو الصديق والاعمال اللي احنا قمنا بيها تمام ويكون ثمان سطور ولازم يكون في زرف زمان وفعلا مواضي يلا كده على الوضعية بتحتي شوف ايه هي كتبنا ايه اه نسيب عندي مقدمة وعندي عرض وعندي خاتمة المقدمة سيب بيات مقدمة سيب بيات اه مرضة زميلي مرضة 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 زميلي خلال السنة الدراسية واشار الطبيب بالبقاء في المنزل فطال غيابه مدة طويلة المقدمة بتكون سطر او سطر ونص او سطرين لا اكثر اه المقدمة بتكون اصارة وتشويق ممكن ناخد من السند او ممكن نتعريف للموضوع او ممكن اه لمح عن الموضوع وافضل حاجة هنا نحنا اخد من السند فانا ختم السند مرضة احز ملاك خل السنة الدراسية فطال غيابه مدة طويلة هي نفسها دي كتبتها اه مرضة زميلي مرضة زميلي خلال السنة الدراسية واشار الطبيب بالبقاء في المنزل فطال غيابه مدة اه طويلة اه سطر ونص العرض العرض اصيب بيات العرض بكتف فيه زي ما قلت شعورنا نحو صديقنا والاعمال اللي قمنا بها اه شعرت بالحزن شعرت بالحزن والضيق والاسى على غياب صديقي لانه صديق الذي يرافقني لانه صديق الذي يرافقني في المدرسة وانا لا استطيع ان استغناء عنه وانا لا استطيع ان استغناء عنه فهو صديقي المفضل فقد كنت ازوره مساء كل يوم في منزله واخبره بالدروس الجديدة التي فاتته فاتته واشرحها واشرحها له واشرحها له واكتبها في دفاتره واكتبها في دفاتره حتى يعود الى المدرسة حتى يعود الى المدرسة سالما ومعافى من المرض ومعافى من المرض وبصحة جيدة خلص كده العرض العرض بيكون أكتر من مقدمة وأكتر من الخاتمة الخاتمة بتحتي سطر أسيب بياض فيجب على كل صديق دي نصيحة الخاتمة بيكون إسرائيس أو هي قرانية دعاء تمني مقولة مشروطة اكتبها فيجب على كل صديق أن يسانس صديقه في محنته وهنا كتبت مقولة فالصديق وقت الضيق فالصديق وقت الضيق الخاتمة سطر بتكون سطر أو سطر ونص أو سطرين أنا كتبت هنا سطر والمقدمة سطرين والباقي خليته عرض تمام برضو الالتزام بعلامات الوقف اللي هي اسمها علامات الترقيم الفصلة دي فصلة دي فصلة وينها فصلة منقطة فصلة تحتها نقطة يعني وبرضو العلامات التنصيص الصغيرة دي تبع علامات الوقف برضو مننساش العلامات الوقف لأنها بتنغل لو ما عملتاش بتنقص في الدرجة أو بتنقص في العلامة فلازم نلتزم بيها وكمان نلتزم بما هو مطلوب لو كان عاوز 8 عاوز 9 عاوز 10 عاوز 12 زي ما هو مطلوب بتحديد السطور بتكتب زي ما هو مطلوب لو لو لجيت كتبت في الامتحان تكتبه تكتبه مسودة كده الأول تكتبه مسودة لجيته مظبوط عدد السطور بتاعته هتكتبها في المكان في المكان الورق اللي بتكتب فيها الإيجابة لجيته طويل فأنت تحاول تكون زكي ان انت تصغر خطك كده أو ايه او تحزف سطر او ايه تحزف سطر لحد ما ايه تبقى يبقى العدد السطور زي ما هو مطلوب يعني تحاول تحزف او ايه تصغر الخط عشان يبقى مثلا زي ما هو هنا طالب 8 مثلا هيبقى الثمانية زي ما هو مطلوب ويبقى تماما وهنا برضو بيكون موظفا ظرف زمان وعيد فعلا ماضيا ظرف ازا فعلا ماضي عندنا افعال ماضية كثيرة ذي مرضى يعني هناخد ده هو عاوز فعلا ماضي بواحد بس هنا مرضى وفيه برضو اشارة فعلا ماضي طالة فعلا ماضي فيه كثير يعني افعال ماضية اه شعرته برضو فعلا ماضي اه فيه تاني برضو اه مثلا هو عاوز واحد بس خلاص هو نكتب مرضة اه مرضة حط نسطر تحته وعاوز برضو فعل اه فعل ماضي وعاوز ظرف ظرف زمان ظرف زمان عندي اه مثاء كل يوم مثاء ده ظرف زمان سطر تحته نحط سطر كده تحته عشان يبان اه تمام ومرضة برضو كده وزفنا اللي هو مطلوب عاوز ظرف زمان وعاوز اه فعل ماضي يا رب الفيديو يعجبكم كانت معكم مصطفى وغنات يوتيوب اشكركم عن حسن الاستماع وزيراتكم الجميلة والسعيدة اللي بتسعيدني اه وكما تنسوز زي ما قلت لكم اللايك اه كانت معكم مصطفى وغنات يوتيوب يلا مع السلامة اشوفكم في الفيديوهات الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة